اشتركوا في القناة استوديو صباح الورد يعني كل ما برضو له علاقة بالامراض الجلدية اللي هي بتنتشر شوية في فصل الخريف وفي الشتاء سئلة كتيرة جدا هنستناها من حضراتكم كمان على صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباح الورد بيئة العربي علشان الدكتور هاني يعني نقدر بقدر المستطاع ان احنا نجاوب عليها في فقرتنا النهاردة صباح الورد عليك دكتور دايما بتنورنا في صباح الورد اتشار بيكو دايما وخلينا نبدأ بموضوع التانية دا يعني ايه هي التانية واسباب الاصابة بها والمقصود بكلمة التانية هي مجموعة من الامراض بتسببها فطريات وبرضو فطريات مختلفة ناخدهم كده بالترتيب اول حاجة والاشهارهم حاجة اسمها التانية ملونة اللي ببس تلاقي الواحد يجيلي بقع كده لونها بني او ابيض او وردي خفيف في مناطق الرقبة والسد والده دايما تيجي للشباب يعني اكتر كل واحد يجبر في السن بتقل نسبة حدوثها وفي الاطفال بتقل بس ممكن تيجي في اطفال بس اكتر برحلة الفترة من مع المراقة لقاية التالتينة واربعات البوع دي الحياة بتبقاش مؤلمة ولا فيها هرش ولا فيها اي حاجة خالص الانسان ما بيحسش بيها ده بيكتشفها فجأة لما حد يقوله او لما يكون بس بيبص في المراهة اه انما هي نفسيا طبعا بتبقى شبه الحمونيل كده يعني لا بقع بيضا او بني او كافي قلي او بيج اه بس مش احمر في منها نوع وردي اه اوكي يعني بتاخد بس مش احمر زي الدم لا اه انما وردي خفيف اه وملاش عارض خالص بس طبعا شخص لا بمش كويس خالص نعم والنوع الابعض منها كمان بيثير قلق الناس بيخافوا طب ده الحسن يكون بوهاء اه فبيخافوا يعني كتير اوي ناس يجيلنا خايف لكون عنده بوهاء وهو عنده تانية طب في علاج للتانية؟ اه طبعا لي علاج بنيدي مددات للفطريات غالبا بنيدي حاجات موضعية يعني الكريمات او ماس او حاجات زي كده لكن في بعض الحالات الشديدة خصوصة النوع الابعض انتو منتشرة بنيدي كابسولات معينة بياخدها مريض مرة كل اسبوع لمدة اسبوعين تعطيها حساب شدة الحالة معك كمان بتختفي بس بتاخد وقت مشكلة البيضة ان حتى بعد المرات ما بيختفي بيسيب لسه قثر فالمريض تهيق له ما خفش بس هو أثر لون الابيض طب الأثر ده بيتشال؟ عليه علاجها اه اه لي علاج اي بقى ليزر؟ لا لا كريمات برضو موضعية كريمات يعني الحاجات بترجع السابعة تاني فبيرجع اللون الابيض لو تانية خفيفة او تانية تقيلة دي بتاخد وقت قد ايف العلاج ودي بتاخد فترة قد ايف العلاج الخفيفة هي اخفهم طبعا بتبقى لونها بني يعني تاخد اسبوعين تلاتة اربع سباب كتير اللون الابيض ممكن اخد شعرين وثلاتة او بياخد وقت قد فترة طويلة ليه لانه بيأسع السابعة يعني بقولك هو بيخف بس حضرت المرضي تخف بس انت شايفة لسا الأسع فبيتهيق له لو ما خفش في حاله افهم عشكا بتاخد وقتها طب هل في السلوكيات معينة بتخلي الواحد يعني يجيله مثلاً اكتنيا هل في يعني اسباب انه ممكن بحد بيعمل حاجة او هل هي معادية كمان مثلاً هو الفطر ده بينشط في الصيف لانه عشان يشتغل ويتكاسر بيحتاج عاملين المية والحرارة المية بتكون موجودة في العرق الحرارة طبعاً في درجة حرارة الجو ايوة احنا في بعض العادات الخطوئة اللي بنعملها اللي تخلينا من الأرض الاصابة زي ان انا اجي في الجو زي كده والبس هدوم سينثاتيك نقص شفتلكم حلقة قبل كده بتتكلموا عن الهدوم القطنية والهدوم السينثاتيك وانا ده ما مناسب اقول في الصيف نلبس هدوم قطنية مش من الخيوط الصناعية ليه؟ الخيوط الصناعية دي اللي سينثاتيك بتخلي بتكتم الواحد يعني بتخليشه حاليه عرق الفطر عايز ميا وعايز حرارة فلما عرق كتير يبقى فيه ميا مع السخونة اللي برضو الملابس الدكنة او السنساتيك بتعملها الفطر بيعمل شكراً تلاقي الناس دايماً اللي بتلبس حاجات تقيلة او الوان غمق او صناعية اللي امشها بيجيها تانية في حين ان الملابس القطنية خفيفة ما بتعملش الكاتمة دي ما بتحتفص بالحرارة فالانسان ما يصابش يبقى دي احد وسائل او الاخطاء اللي بتخلينا نصاب بالفطريات دي الحاجة التانية طبعاً ان انا قلبس لبس حد كان لابسه او طبعاً ما عنده فطريات لا دي مرفوضة اساساً بقى مش لزي يعني بزات التانية عشانياً ما يقول لناس انت راح مسلاً تشتهدون او قد تخش المكان اللي بتعمل في ما ستلاقي حد ساب حاجة واتجربها انت كمان او طبعاً او ممكن تجي لك تانية او طبعاً دي الوسائل اللي ممكن يجي بها الفطر طيب يمكن ناجوة بعتت رسالة وبتسأل بتقول انه هي يعني معرفش تقول بعد مولدت بعد مولدت بقى في رقبتها غمق كده يعني اللون الرقب عندها بقى غمق قوي وجزء من درعتها فدي ليه علاج؟ اه ليه علاجة ده بيبقى سببها ايه اصلاً هل ليه علاقة بيعنيه للسوال ده ولا لا؟ لا كتير قوي مع الحمل بيحصل اللخبطة في التسابوات اوكي وفي ناس كيلها كلف في الشهر يقولي الكلف الحمل او فبيحصل كده مع حمل عند بعض الناس مش كل الناس او طب السوال بقى اللي فرعبتها ده بنقدي كريمات تفتيح كريمات تفتيح كريمات تفتيح مرة صبح ومرة بالليل شعرين بيرجع اللون تاني اوكي يعني ما بتحتاجش نحن نوصل لمحالة الليزر ايه وهل في مثلا برضو سلوكيات او عادات مثلا ممكن الست بتعملها في وقت الحمل ممكن هي تسبب حاجة لا بعد الحمل لا تصب بها لا 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 بقى صحة حاجة مرتبط بالهرمونات يعني او يعني ما فيش حاجة مؤينة مثلا هي بتبقى بتعملها لا الا اذا كانت بقى تقعد في الشمس كتير ممكن جيلها بقى عصامرة يعني مثلا الناس مثلا لو ست ما ممكن ست تحمل تعمل كده كون بتحط برفنات او ميكاب وتخرج في الشمس هتسيبه عصامرة في الشياء في الاماكن دي يمكن الفترة الاخيرة بقى في كلام كتير جدا عن سبري المينوكسيديل وفعلا اثبت كفاقته في انه هو بيساعد على انبات الشعر في الاماكن الفاضية او البصيلات فيها ضعيفة لكن برضو معروف عنه انه في عيب بوحش قوي انه اول ما بتبطله الشعر بيقع تاني فالتعامل مع الحالة دي ازاي ايه بديل المينوكسيديل لا تلات عيوب مش هيب واحد تلات عيوب ايه لتلات عيوب ولو حد بيستخدم المينوكسيديل وجاب معا نتيجة فعلا مريحية بس عايز يوقفه يعمل ايه اشان شعر ما يقعش تاني هو فيه ناس كتير من اللي بيستعملوا بيطلع لها الشعر في الدم ما هي بتحط ده لوكل وعلى حتة معينة ده حاكي انت مهمة جدا لازم نعرف ان المينوكسيديل ده اساسا ده هو ضغط اه ده حقيقي كويس مكتشة بالصوت فانا ما بحطه الجلدي بيمتص بس جلد الراس مش الجلد ده فيه شعرات دموية مش فيه دم برايح وده ما راجع اه همش مع الدم اه اوكي مش مش احدة من حزرة من استخدام الكورتزون مساحة كبيرة انه بيمتص فكأنه خدت الكورتزون اوكي ناس كتير من استخدام المينوكسيديل جالها بوت اوكي اه يعني بيأثر يأثر على الحاجة ده ده على الضغط يعني اللي عنده ضغط واطي ان المينوكسيديل عليه مش كويس تمام اوكي بحاجة وزا وقتلك ممكن يطلع شعر في الدقل في منطقة دي اكيد اه مادم ما قولت بقى ان انا لما بطله هو الفكر في ايه هو الحقيقة مش علاج هو بيزعد على تنبيت حاجة اسمها يعني البيبي هيرا او الشعر قبل السواء ايو يعني عمر الشعر ما يطلع ويطول يبقى دي كده اه هيبقى حاجة زي كده فهو بيحس الخلايا انا تطلع او ما بطله بتبطل فبيقع تاني اه فمش هو انا ما بطله يوقع شعر كله اللي طلعها يوقع اه يعني هو مش مش علاج لحاجة اه بس ده ده بيانزل بمنتجات يعني موجه حتى للرجالة كمان تحديدا لعلاج الصلع الوراسي وا 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 ويجيب لك صورة قبل وصورة بعد يعني شوفي خلينا نتكلم علمين اه اه يعني في حاجات يعني مفعش احفية عنك الصلع الوراسي ليس له دواء اصلا بقى اصلا الا زراعة الشعر انا بقى معمش زراعة الشعر الناس تكون فاكرة يقولك ده بي كامل انا معمش زراعة الشعر الحل الوحيد للصلع الوراسي هو زراعة الشعر بعد سنة 30 انما ازدالي على كده حضرتك انت لو بتسفري برا في مؤتمرات ده كاتر التجميل الجلدية لأسات زي الكبار الصلع صلع اه طب ما لو كان عند فيه علاج كانوا خادمين كان خادل علاج يعني مفيش حاجة بتغير في طبيعة الجسم تخليه اللي شعر ينبط انا مش او انا مش انا موقع بنفسك انا كل دول لا يعني نبقى صراح الصلع الصفات اه الصفات الوراسية اه لا تعالج بالعدوية هقول لي حاجة ينفع واحد طويل او يزادها اللزوم ادي له كرسو حوان يبدأ ياسر لا الصفة ورسية اه هم اجربوا معايا بس ما انفعش طب ايه البديل يعني لو بالنسبة علشان كمان سيبك من الرجالة يعني السيبات تحديدا بقى لما شعرها يكون خفيف واستخدمت المونوكسيديل لفترة عمل لها بابي هار انبسطت بي بس هي خلاص عايزة توقف المونوكسيديل عشان برضو الاسباب الحقيق قلتها ايه البديل بقى انا بستخدم من الفيتامينات الفيتامينات الكابسول الكابسولات او فيه سبريهات او القراس لا لا لازم بص حالك لازم ماخد حاجة داخلية اه يعني عمر الحاجة الموضعية الوحدها حاجة موضعية ممكن تساعد اوكي انما العلاج لازم يكون بالدواء طيب هل ممكن يبقى باللاثنين يعني حاجة المقبول مساعد اه اللي هو السبريه وده يعني فيه سبريهات فعلا بتنبت فيه حاجات كتير اه مش بس موضعية تانية كتير اه كتير جدا اه اوكي يعني بس مجرد اسمائش واسبتت كفائتها اه وما فيهاش ده اضرار المونوكسيديل لا انا بس مش عايز اكلم عليه انا بحارب المادة بس ابتكلم عن مادة كعلمية هناك طبعا حاجات كويسة جدا كتير طيب احنا يمكن لسا منتظرين اسئتكم وكل استفساراتكم على صفحتنا على الفيسبوك برنامج صباح الورد بيئة العربي او حتى صفحة القناة تان تي في على الفيسبوك برضو تقدروا تسألوا كل الاسئلة والاستفسارات لدكتور هاني دي صفحة البرنامج زي ما حضراتكم شايفينا دلوقتي على الهوى يمكن دكتور هاني دلوقتي احنا دخلين على فصل الخريف او الصف خلاص بدأ يخلص ودخلين على فصل الخريف وبعد كده كمان الشتاء ايه ابرز رحاجات اللي هي ممكن بتطلع فيه فصل الخريف وفصل الشتاء يعني ان الواحد مفروض ياخد باله منها بقى احنا كأطباء امر جلدية نقل دائما ايه الخريف وما ادراك اما الخريف لانه فعلا دي مرحلة انتقالية وهناك مشاكل جلدية بتظهر فيها كتير لانه بيحصل انت تلاحظي بيندو يا حمد خنافش خريف بس الجو بزي تغير كمان مع اخر سبتمبر اكتوبر بتبدأ يحصل تغيرات في الجو بسنق ساعتي بقى فيه هو فيه شوية تراب فطبعا ده بالنسبة لمرضي حسية مشكلة جديدة جدا فدائما انا خلي اقول لمرضي حسية خلي بالك من الفترتين في السنة اكتوبر ونوفمبر في الخريف ومارس وابريل في الربيع دي فترة ببقى فيها تقلبات جوية ويبقى فيها تراب وجوي يوم مفيش تراب فدى بتأثر على مرضي حسية جدا كل ألوان حسية جلدية بقى الاكزيمة الارتكارية الحاجات دي بقى بتنصر في الفترة دي فلو نخلي بالك طب نخلي بالنا ازاي يعني يوم النشرة هيئة ارصاد قالت بكرة تراب بلاش نقرر في اليوم ده لو عندي أطفال عندهم حسية اليوم ده ما يخلقوش ياخدوه أجازة واقفل الشبابيك واقفل الإزاز ويعني أحرس على نفسي يبقى أول حاجة مرضي حسية الحاجة التانية بقى الأمراض الفيروسية الأمراض الفيروسية ده الموسم بتاعها يعني هو الهولزو كام والبردو كل الفيروسات الجديري يبدأ يزهر في الفترة دي الناس ما تعملش حسبة ممكن تزهر حسبة فالأمراض الفيروسية بتكتر في الفترة دي ده نقطة تانية كمان احنا طبعا فترة تخول مدارس والولاد بقى بيلعبوا مع بعض فببعض المشاكل اللي تتنتقل من الأطفال نتيجة الاقتراب من بعض زي مثلا حشرة الرأس اللي هي حبثوا عليها الأمن دي من أكتر الحاجات اللي بتسبب إزعاج للأمهات جدا اللي هي بتيجي للأطفال ولا تفرق بياها غاني وفقير ومدرسة انترناشنال ومدرسة بسيطة لقى في الناس يقولك أصلا لا ده للمدرسة لا لا يا حبيب دي بتيجي من فيه أي مكان وعلى جميع مستوات ومشكلة فنخلي بقى إيه مع دخول المدرس إن شاء الله بقولها الأمهات دايما حضرتك كل يوم خميس لازم تبص على شعر الولاد بنات ولاد وبنصح الولاد بلاش حكاتنا تسيب شعرك الطويل فدايما لازم كل خميس نظرة كده تتطمن لأن الحشرة دي ما بتزهر في ثواني ونجيب بقى اللي هي اللي سيون المعروف اللي بيحارب لو في حاجة لو في حاجة والفلاية بتاعت زمان بقى بس هقولكو حاجة حلوة جدا هل في بديل الفلاية يعني تم تحديث مثلا لأ أصلا الفلا دي حاجة كويس مش كده بس هقولك حاجة وسيلة علاق طبيعي مشكلة الأمن طبيعي بعيدة للأدوية اللي هو إيه بقى إزاي بقى إفرد أم اكتشفت إن فيه حشرة الرأس هنيجي يوم الخميس اللي هو من الأجازة بالليل تجيب زيت أي زيت من المطبخ عن ده من بتاع الأكل يعني وتعمل تدليق لفروط الرأس والشعر كله وتسيب الطفل بـ 24 ساعة هتم كان ده ساعة 8 بالليل لغاية الثاني يوم الساعة 8 فتر 24 ساعة كده خلشي حمام ياختل شعر بماء وشامبو كويس قوي قوي وتطلع تجيب الفلاية أيوة هتلاقي كل حاجات نازلة ميتة آه خلاص بقى يعني الزيت خنقها مش مش قادر تكمل آه خنقت هيتبقى بقى إيه اللي هو البيض أو السبان أيوة ده بيبقى لازق في الشعر آه طيب ده أعملي بعد عملت كده أجيب خل في طبق في ميهم على طيق خل جبار وأعمل تدليق للشعر كله بالخل ده وسيبه قدي ساعتين ثلاثة آه بعد كده يخش حمام نخص بماء وشامبو وإن فالي هنلاقي السبان نازل آه كده انتهت مشكلة الأمل بدون ولا أكيمان في يومين يعني تعطبش يومين؟ لا في 24 ساعة طبيعية خميسة جمعة بالليل وبطريقة طبيعية وسهلة ومتكلفنش حاجة مادية ولا صحية طب سهلة دي وممكن تكررها بعد أسبوع احتياطي يكون حاجة دكتور حنشكر حليك شكرا جزيلا على المعلومات القيمة جدا جدا والناس كتير جدا استفادوا بيها دكتور هاني ناظر استشاري الأمباد الجلدية أهلا بيك ومنشكرك شكرا جزيلا سبحانه نورتنا يا دكتور ويمكن كل سئلة اللي حضراتكم بعتوها احنا يعني هناخدها كمان للأسبوع القادم إن شاء الله دكتور هاني في فقرتنا الأسبوعية يقدر يجاوب عليها احنا حلقتنا خلصت النهاردة انا بشكر حضراتكم على المتابعة وبشكر فريق العمل بيه الكامل وبشكر زميلتي معها صباح الورد عليكي صباح الورد عليكي كمين بكرا إن شاء الله هنكمو معاكم في حلقة نهاية الأسبوع إلى اللقاء موسيقى